انت الجمهور كرمك والنقاط كرموك على مدار تاريخك الفني بس انا واثق ان البدايات دايما كانت صعبة انت خريج المعد علي فنو مصرحية وبدأت بدايات في اعمال على ما نطدق الرصاص كنت موجود يعني اعمال ما نقدرش قلناها كانت بطولة مطلقة لكن اكيد كان في معاناة عشان نوصل الى هذا الفنان الكبير بحجمك وقدرك اللي قاعد النهاردة معنا ومنورنا والناس كلها بتحبوا وتحتربوا والله انت يعني الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده يعني فوق رأس لا والله انا مش بجملك انا عايز اعرف ايه نقاط المعاناة في الحياة دي يعني المشوار ده اكيد انت بتعمل تقييم لي ساعت بالتأكيد يعني هو طبعا في خلال الرحلة الطويلة فيه نقاط كتير جدا من المعاناة اهمها ان انا ما كنتش بنظر للكم بس المرة بشوف قدامي ايه اللي انا بقدمه واللي يضيف لي خطوة للامام او يخلي الواحد زي ماهو ما يأخروش يعني فبالتأكيد دي بتبقى مرتبطة بالنحية المادية لان انا يعني رزقي الوحيد ودخلي الوحيد من التمثيل ما ليش اي مصدر دخل تاني فبالتالي لما بتيجي تقول لا ما فكرتش تعمل دخل تاني لا ولا مشروع توجياري لا 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 لسبب انا ماشي اصرف ما في الجيب بقتي كان ما في الغيب وبعدين ساعات الواحد دي يبقى مش متزن ماديا ومع ذلك بيجي اعمال بتضطر تقول لا وبتقول لا غصبا عنك عشان ما تبقاش مكرر نفسك زيادة او بتبقى دون المستوى او ما بتعمل لكش قفزة للامام فده بيسبب معاناة لانك بتبقى محتاج ما تدينه وفي نفس الوقت بتقول لا فبتعد في البيت حصل معك كده اه طبعا بالتأكيد فترات اه طبعا بس انا باخد الامور ببساطة شديدة خالص لاني انا معايا كم من الفلوس كبير باكل سمك وجنباري وانا سعيد جدا ما معيش فلوس باكل فول وطعمية وانا سعيد جدا واسعد كمان فالمسألة وعندي بيتي واسرتي مراتي واولادي نفس الاسلوب فما بتوشكلناش عيب والعيب الوحيد انك انت لازم تبص للمستقبل لانه واحنا قدامنا نمازج كتير جدا من الفنانين بيجوا في اخر حياتهم والدنيا بتطلخبط والمرض بيلخبطهم والظروف المادية بتطلخبطهم فيعني انا اتمنى انه دا ما يحصلش مع الواحدين ما فيش مرة ندمت انك انت مشيت في الطريق المحترم دا يعني فيه فنانين كتير بياميلوا الى فكرة الانتشار برضو مهم ما عليش الواحد في البداية يقبل اي دور يجيله برضو الفلوس احنا محتاجينها فكرة الاختيار والرفض دي ممكن تكون فكرة رائعة وعظيمة جدا ومحترمة جدا كمان انك انت فنان راقي ومحترم وعندك مبدأ لكن في الاخر البعض بيحسبها حسابك كم في البنك النهاردة حسبتها مرة كده ما بعرفش انا فاشل في المسألة بتاعت الحسابات والماديات دي فاشل جدا يعني جدا يعني ما بعرفش عملها يعني انا مؤمن قوي ان الحياة قصيرة جدا ما عليش انا لها فلسفة كده في دماغي مؤمن ان الحياة قصيرة جدا وشوية الواحد بيعيشهم يجب ان هو يعيشهم براحة ويعيش اولاده ويعيش عيلته في راحة كويسة لانه فيه اوقات بنبقى كويسين وابقات بنبقى دون يعني بنبقى ما فيش فلوس واوقات بتبقى فيه فلوس فعلى قل الوقت اللي يبقى فيه فلوس يبقى فيه راحة لانه بعد كده ما حتش عارف يعيشهم بالشكل ده فبحاول بكل وسيلة انه شوية الواحد عيشهم انه هو يوفر لهم احسن حاجة ويسعد ويسعد اللي حواليه ده يعني اللي انا بحاول اعمله بيجي على دماغي كتير خالص انما ما حاولتش افكر فيها بالشكل اللي انت قلته بس هو ده ولا المدام مثلا في البيت تقولك يعني يا خالد برضو احنا عندنا التزامات يا خالد كذا ايه بالعمل ده انا معلوماتي انك انت حجم العمل اللي رفضتها تسوي العمل اللي انت قدتها يعني تقريبا ده معناها اكتر بس انا مش من نوع اللي بقى اعلن خالص يعني انت لا انا عارف ده اه انت عمرك ما سمعت مثلا ان انا كتبت انها رفضت عمل او اعتذرت عمل بس انت عارف على مستوى السوق بتعارف ان خالد زاكي رفض ده ورفض ده ورفض ده مفيش لحظة قلت يعني ده الواحد الحياة تعبانة مادم اتلاكش مفيش داعي ايه بالده مثلا احنا محتاجين في الولاي بتحصل بس لما بتلاقيني من جوايا مش راضي جدا بتقولي لا اخليك انت المهمة عندي انك انت تبقى سعيد ومبسوط وراضي عن اللي انت بتعمله وهي مهم جدا بالنسبة لها ان كل عمل اقدمه هي واولادي انه يبقى شيء جميل بالنسبة للسادة المشاهدين وبالنسبة للسادة النقاط فيحريصة تماما على المسألة دي بس هو فيه نقطة كمان من ضمن المعاناة وانت نقطة قلتها انه الرفض الكثير وبالذات في البدايات اخرني سينمائيا كثير